السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ايس كريم الاوريو هنعمله بطريقة سهلة ولزيزة طبعا الدنيا حر جدا وكلنا محتاجين ناكل ايس كريم عايز اقول لكم بقى الطعم بجد في منتهى الجمال طعم لزيز وغني جدا صدقوني بجد احلى كتير من اللي بنشتريه من برا واكيد اكيد هيبقى اوفر لانه بيطلع لنا كمية كبيرة تعالوا بينا نقول المقادير مع بعض ونشوف الطريقة عندي هنا ستة باكت من الاوريو تمام بسكوت الاوريو عندنا كمان كباية من الحليب المكسف ده بنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا وعندنا كمان كباية ونص من الكريمة او علبة اشطة ومعاها نص كباية لبن زي ما تحب يعشان يبقى الطعم غني ولزيز اول حاجة هناخد البسكوت بتاعنا نكسره بادينا بالشكل ده وبعدين هنحط في بولا ايدي كريمة الخفق وزي ما قلنا ممكن نستعيد عنها بعلبة اشطة مع كباية لبن هنضربهم شوية مع بعض تمام؟ ما تقطريش عشان ما تفصلش منك يعني دقيقتين بس خفق وبعد كده هنحط الحليب المكسف وده هتلاقي طريقته موجودة هنا على القناة طريقته سهلة ولزيزة جدا وبيطلع هايل جدا ومش مكلف زي اللي بنشتريه تمام خلاص ضفنا الحليب المكسف هنضربهم مع بعض شوية دقيقتين كمان يعني احنا ضربنا الاول الكريمة دقيقتين وبعد ما حطينا الحليب المكسف ضربنا دقيقتين كمان بقى معانا الخليط الى حد ما فيه سمك زي ما انتوا شايفين كده اهو تمام؟ حلوة قوي هنضيف بقى البسكوت اللي احنا كسرناه بادينا وده مهم جدا ان احنا نكسره بادينا بلاش في الكب علشان ما يبقاش مفروم احنا عايزينه قطع بالشكل ده هجيب كبايات الايس كريم ودي موجودة في كل حتة ممكن كبايات عادية كمان من عندنا وابدأ اصب خليط الايس كريم واجيب الاستيكس دي متوفرة عند خمات الحلواني طبعا انا بعمل كده عشان انزل الايس كريم ما يبقاش فيه فراغات وحط الاستيكس في النص بالشكل ده ممكن نملك كبايات بس ونحطها في الفريزر وناكلها بالمعلقة مفيش مشكلة خالص زي ما تحبي تمام سهل جدا بعد ما نخلص الكمية كلها هنحطه في الفريزر بتاعنا علشان يجمد هياخد وقت عشان يجمد حوالي 6 ساعات شايفين سهل جدا جدا وعمل معانا كمية كبيرة عمل معانا اكتر من 10 بولات ايس كريم وطبعا الكباية مليانة حتى شايفين خليط عشان متماسك فهو الاستيكس وقفة ما مليتش ولا حاجة هندخل بقى الفريزر علشان يجمده وبعد ما جمده بالشكل ده ليكي بقى مطلق الحرية يتقدميها كده نسلك بس بالسكينة بسيط خالص ونطلعه زي الفل يتقدميه كده يقمت سياحي شوكولاتة وبرضو في فيديو تسياحي شوكولاتة موجودة عندنا وننزل كده في الشوكولاتة ونطلعها نصف في الزيادات هتلاقي الشوكولاتة مسكتة على طول وجمدت علشان الايس كريم سائع بصي فورا جمدت تمام ونعمل غيرها ده لو حابة تقدميه بطبقة شوكولاتة من برا اما لو عايز تقدميه كده مفيش مشكلة خالص وزي ما قلنا ممكن من غير الاستيكس تقدميه كده وتقدميه مع معا معلقة تاكل بيها طعمه لذيذ جدا جدا وغاني جدا جدا شايفين حلوة اوي والشوكولاتة بتنزل تجمد على طول عليه خلصنا عملنا شوية كده وسبنا شوية من غير شوكولاتة قدمي لولادك بقى احلى ايس كريم بجد طعمه وهمي والشوكولاتة طبعا لما بتجمد عليه من برا بتبقى مقرمشة ولذيذة جدا البسكوت كمان جوه الايس كريم ما ارمش لاننا مكسرينه بادينا القطع فاتحسي بيها وانتي بتكليها لذيذة جدا جدا يا رب يكون الفيديو عجبكو لو عجبكو الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقداري تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة وما تنسوش ان الصفحة الرسمية بتاعتي فاطمة بحاتي بالعربي وبالانجليزي على الفيسبوك اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة